السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا وقلسنا براءة تشاهدكم في فيديو في هذا الفيديو سنشرح تحديات الاسكن المخفى اوكي بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة فعلي الجرس و بس خليكم من مقطع موسيقى اوكي مثل من تشاهدين هاي هي تحديات الاسكن المخفى ونبلش بالتحدي الاول والتحدي الاول مطلوب منك انك تدمر الدرج اللي هو بناء خصمك باستخدام الجنك ريفت مثل ما نشايفين هاي هي بس اللي عليك تدمج بناء خصمك او تكسر بناء خصمك باستخدام الجنك ريفت ويمكنك تصيرهم بنفس الجام او فقية المختلفة اوكي وننتقل للتحدي الثاني والتحدي الثاني المطلوب منك انك تزور الاماكن اللي عليها ريفت زون اللي هي ريتال روح وتلتد وموستي وغريسي تزور هذال يعني بس تزور ثلاث مدن بنفس الجام لو صويتهم بقيام مختلفة مش راح نحسب لك التحدي الثالث والتحدي الثالث مطلوب منك انك تقتل سبعة داخل الريفت زون اللي هو داخل تلتد او ريتال روح او موستي او اغريسي تقتل سبعة داخل المدن هذول ويمكنك تصيرهم بنفس الجام او فقية مختلفة اوكي وننتقل للتحدي الرابع والتحدي الرابع مطلوب منك انك تفتح عشرين صندوق او صندوق او صندوق داخل مناطق الريفت زون اللي هي تلتد او ريتال روح أو مستي أو غريسي تفتح 20 صندوق أو صندوق طلق يمكنك تسوى بنفس الجيم أو في جيمة مختلفة أوكي ننتقل التحت الخامس والتحت الخامس مطلوب منك أنك تنزل على منطقة الريفت زون يعني تهبط فيها بعدين توصل توب 10 بالسولو أو بالدوو أو بالسكواد يعني تهبط على منطقات الريفت زون بعدين تكون من أفضل عشرة يعني توصل توب 10 بالسولو أو بالدوو أو بالسكواد بس تدخل game بتهيبط عليها وتوصل top 10 وهيكا بتخلص التحدي اوكي ان انتقل لتحدي السادس والتحدي السادس مطلوب منك انك تتحول لاربع شغلات اف مستي ماير لكان باي او لمبا يعني تتحول لاربع شغلات مختلفة ممكن انك تساويه بنفس الgame او في جيام مختلفة بس تنزل عموستي بعدين تتحول لاي اشي وعشان تتحول كل عليك تقوات اللي هي control اوكي وننتقل لتحدي السابع والاخير والتحدي السابع مطلوب منك انك تلمس لبقع عب بعدين تروح على loot leak وتستخدم الرفت اللي فيها بعدين تروح على النيزك اللي هو اللي عند دستي بنفس الgame لو سويتهم دقيام مختلفة مش راح ينحسب لك التحدي وبس لو انا بكونوا نصانية الفيديو اشاركم استفدتوا تسوي التحديات مثل ما انا شرحتهم وهيكا راح تخلص التحديات كلها وبس لا تنسوا لعك الاشتراف القناة تفعل الجرس وبس مع السلامة